يقولون دوماً إن مسيرة الأميال تبدأ بخطوة بخطوة محدودة ثم تنضي المسيرة ومن بعد ذلك فهم أن كل مسيرات التنمية التي خاضتها الأمم والدول والشعوب إنما سارت في مسارات سلمية تدريجية خطوة تتلو خطوة تسلم خطوة أخرى حتى تتحقق الأهداف المرجوة من كل مسيرات التنمية الوصول إلى معدلات رفاه معيشي واجتماعي للشعوب وهكذا على ما يبدو تسير المسيرة المصرية مبادرات تسلم مبادرات تتلو مبادرات يتم مع ذلك السير بالتوازي في مشروعات مختلفة مشروعات البنى التحتية الاستثمارات في مجالات الطاقة وحاولة الوصول إلى معدلات نمو حقيقية النمو الاحتوائي كما يقوله الاقتصاديون دوماً بحيث يشعر كل مواطن بأن التنمية أصابته في كل مسارات حياته وأهدافها على الأقل وفق المرجوء من هذه المشروعات مصر وعلى مدار السنوات الماضية سارت في هذا المسار برغم كل ما اعترضها من بيئة اقتصاد عالمي كانت حرجة كانت حشة في بعض الأوقات اضطربت معها أسواق الاقتصادات العالمية المختلفة لكنها وبشهادات مختلفة ظلت تسير بخطاً والثابة في هذه المسيرة المسيرة التي تستهدف الوصول إلى معدلات عيش كريم باعتبارها هي الغاية الحقيقية من وراء كل جهد حكومي أو رسمي ينفذ ما علاقة كل هذا بما نحن إزاءه الآن؟ نحن اليوم في ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي هي وبالمناسبة تشكل واحدة من بين المسارات التي التجأت إليها مصر على مدار سنواتها الماضية في بوابة الجمهورية الجديدة باعتبار أن هذا كان هدفاً حقيقياً منشوداً على مدار السنوات الماضية اليوم نحن في ساحة الشعب هنا في العاصمة الإدارية الجديدة لنكون حاضرين لتدشين هذه المبادرة مبادرة بداية بداية جديدة لبناء الإنسان وهي مبادرة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية للتنمية البشرية وبمناسبة هذه المبادرة فإنها لا تستهدف مساراً واحداً أو بضع مسارات وإنما تقريباً تذهب لكل ما من شأنه أن يحقق تنمية بشرية حقيقية ومستدامة في كل المسارات التي يريدها المواطن مسارات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية زيادة معدلات الضمان الاجتماعي لفئات مختلفة من كل محافظات الجمهورية وبالتالي فإن قطاعات واسعة داخل المجتمع المصري على مستوى العمل الحكومي، على مستوى العمل التنفيذي وبطبيعة الحال مع الشركاء الدائمين في مثل هذه المناسبات منظمات المجتمع المدني والأهلي نحن الآن أمام جانب من اصطفاف هذه المركبات والسيارات التي ستشكل جزءاً من أنشطة هذه المبادرة هذه المركبات والسيارات التابعة لوزارات وهيئات مختلفة سيارات الإسعاف ستكون حاضرة ضمن هذا الاستفاف سيارات التي تقدم خدمات الرعاية المتكاملة ستكون حاضرة حتى سيارات الرعاية المركزة المتنقلة ستكون أيضاً حاضرة ضمن الاستفاف في هذه الساحة، ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي سيطلق فيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إشارة البدء الفعلي لإطلاق هذه المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جانب من هذه السيارات بالمناسبة لأننا وكما أشرنا ستكون هذه المبادرة قائمة على تعطية كل القطاعات في كل المحافظات المصرية المختلفة سواء ما كان منها مرتبط بخدمات الرعاية الصحية كما أشرنا باعتبار قطاع الصحة واحداً أساسياً من بين هذه القطاعات المغطى ضمن هذه المبادرة خدمات التوثيق التي تتيحها وزارة العدل من خلال سياراتها المتنقلة لكبار السن وللعجائز وهذه شريحة بعينها من بين الشرائح المستفيدة من هذه المبادرة طبقاً لفلسفة صانعيها كبار السن والعجائز لهم نصيب كبير من هذه الاستفادات ضمن هذه المبادرة الصغار من عمر يوم وحتى ست سنوات فيما يخص تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بالحد من معدل الوفيات في هذه المرحلة وبالتوازي مع ذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسيدات من الحوامل أو أولئك اللائي وضعنا حملهن مع الشرائح العمرية المختلفة الأخرى التي سيتم التعامل معها على مستوى الخدمات التعليمية على مستوى النظر في إعادة تقييم بعض المناهج التي تحتاج إلى إعادة نظر تبعاً لاحتياجات سوق العمل وسوق العمل هذا بذاته أيضاً سيكون جانباً من الجوانب المغطى من خلال تقديم خدمات التوظيف المتكاملة التي تأتي بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي وكما جرت الإشارة سيكون شريكاً أساسياً كما كان شريكاً أساسياً في كل المبادرات التنموية التي جرت على مدار عقد ونيف فيما مضى من عمر الجمهورية الجديدة هذا الجهد الذي يقدم كنا قد أشرنا إلى أنه سيقدم في محافظات الجمهورية المختلفة سيكون حاضراً بالشراكة الممتدة بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وزارة الصحة حاضرة التربية والتعليم ستكون كذلك حاضرة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الثقافة والثقافة أيضاً سيكون لها نصيب واسع في هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسات ثقافية مختلفة هذه المبادرة التي حضيت بمباركة واستحسان وازنين من مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية كيف لا؟ وفي كل الشرائع السماوية كان الإنسان هو الذي استخلف في عمارة هذه الأرض وهو الذي اعتمن على عمارة الأرض وبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري كما تقوله كل التقديرات الأممية المعنية بالمكون البشري وبالتنمية البشرية والإشارة هنا أيضاً ستكون مهمة لتلك الرسالة التي أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادرس أدهانم جبريسيوس بهذا الجهد الكبير الذي يقدم في هذه المبادرة هو ذاته الذي قدم أيضاً إشادة واسعة للإدارة المصرية في مبادرة 100 مليون صحة تحويل مصر من واحدة من بين أعلى الدول تسجيلاً للإصابة بالفيروسات الكبدية إلى واحدة من بين أقل الدول تسجيلاً لهذه الإصابات يقدم إشادة أيضاً لهذه المبادرة والجهد الذي يقدم فيها هذا أيضاً إضافة إلى ما كان عليه الحال في عام 2021 بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالتعاون مع الحكومة المصرية للتنمية البشرية وفيه كانت الإشارات واسعة وواسعة للغاية لما أنجز على مدار عشر سنوات كاملة من 2011 وحتى 2021 وبالتالي فإن هذا الجهد الذي يقدم فيه مضمار التنمية البشرية من خلال هذه المبادرة لا يشكل عملاً منفرداً مطلقاً وإنما ضمن مسار تكاملين أرادته مصر بمؤسساتها على مدار هذه السنوات وصولاً إلى هذه المبادرة اللافت إذن في هذه المبادرة مبادرة بداية بداية جديدة لبناء الإنسان وهي مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية اللافت فيها هو مستوى المعقولية والمقبولية الذي لا يجعلها فقط مبادرة فعالة وناجعة ومؤثرة في مجال التنمية البشرية ورفع جودة الحياة التي يعيشها المواطن المصري بقدر ما هي كذلك تبدو مؤثرة فيما يخص مقبولية تطبيقها ومعقوليتها وهذا يشكل انتداداً لسلسلة المبادرات التي جرى تطبيقها وإطلاقها من جانب رئيس الجمهورية على مدار السنوات القليلة الماضية بالقدر الذي جرى فيه إدراج الجانب الأكبر من هذه المبادرات ضمن منصة الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية المستدامة هذه المبادرة تغطي مجالات مختلفة تغطي مجال التعليم تغطي مجال الصحة في أكثر من جانب تغطي مجال الثقافة تغطي مجالات مختلفة بالقدر الذي كان فيه في مطلع هذا الشهر في شهر سبتمبر كانت التوجهات الرئاسية لرئيس الوزراء ووزراء مجموعة التنمية البشرية بضرورة المضي قدما في خطوات تخص كل وزارة على حدة كان على إثر ذلك ضم ثمانية ملايين ونصف المليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة مع عدد من المشمولين في العمالة غير المنتظمة وعمال المياومة العاملين في مجال التشييد والبناء ضمن المستفيدين في قطاع التأمين الصحي الشامل وهذه كانت أيضا إشارة لافتة للغاية فيما يخص فعالية تطبيق مثل هذه المبادرات ضمن الإطار الصحي كان هناك الحديث المستمر عن ضم ما يزيد على 270 ألف أسرة ضمن المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة كأيضا ترجمة لإشارة رئيس الجمهورية بإطلاق هذه المبادرة كان الحديث عن ضرورة التوسع في بناء مؤسسات الصحة النفسية باعتبرها أيضا تشكل واحدة من بين ما يمكن أن يستفيد منه المواطن في هذه المرحلة ضمن خطوات الاستفادة في مضمار التنمية البشرية لعموم المواطنين المصريين في هذا المجال كان هناك الحديث المستمر عن إصدار التسيرات الخاصة بإنشاء دور الحضانة في المحافظات المصرية المختلفة ونحن في هذا الإطار أيضا نشير إلى أن الأمر ليس له علاقة مباشرة فقط بالتنسيق المستمر بين الجهات والمؤسسات الرسمية الحكومية والتنفيذية وإنما سيكون العمل مستمرا على مستوى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وبين منظمات المجتمع الأهلي التي تشكل شريكا أساسيا لنجاح وإنجاح هذه المبادرات وغيرها من المبادرات المختلفة التي كان المجتمع المدني والقطاع الخاص شريكا أساسيا في إنجاح كل تلك المبادرات التي لا يزال الجانب الأكبر من هذه المبادرات مستمرا حتى هذه اللحظة جنبا إلى جنب بين مؤسسات المجتمع المدني منظمات العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية كل هذا تحت مظلة واحدة وهو الذي ربما يضمن مسارا أكثر فاعلية لإنجاح هذه المبادرات والوصول إلى الغايات المرجوة منها مباشرة عبر تحقيق جودة في حياة الإنسان نحن نتحدث عن هذه المبادرات التي تشترك فيها كل تلك الأطراف تتعامل معها كل هذه الجهات مباشرة منذ لحظة الإطلاق هذه المبادرة التي لا تبدو منفصلة عن سلسلة المبادرات التي جرى إطلاقها مستهدفة رفع جودة الحياة المعيشية التي تشكل والحال كذلك هدفا أساسيا من بين الأهداف المرجوة المتضمنة ضمن رؤية مصر خطتها للتنمية المستدامة مصر 2030 وبالتالي فمن بين أهم ما يمكن أن يشار إليه في هذا الإطار هو مستوى التكامل بين المبادرات بعضها وبعض بين المبادرات والمسارات التنموية التي جرى تدشينها على مدار السنوات القليلة الماضية الأمر له علاقة مباشرة بتعهد مباشر من رئيس الجمهورية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يستمر العمل جنبا إلى جنب مع البناء الكبير الذي تعيشه مصر على مدار الأقد المنقضي إلى جانب ذلك وبالتوازي معه هو العمل المباشر لبناء الإنسان الاستثمار في المكون البشري الاستثمار في رأس المال البشري اشتركوا في القناة